اشتركوا في القناة الانتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى وذلك بمناسبة الانجاز الرياضي العالمي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي اختتمت فعلياتها بالعاصمة الأندونسية جاكرتا حيث حققت مملكة البحرين أفضل مشاركة بإحراز 26 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب لتكون الأولى عربيا في جدول ميداليات البطولة ونوها سموه حفظه الله في برقية تانية إلى سموهما بالمتابعة المستمرة وجهود سموهما في تطوير الأداء الرياضي وتشجيع الشباب البحريني في كافة المجالات والأنشطة الرياضية ما منح المملكة هذه النتائج المشرفة وأعرب سموه عن تقديره للقائمين على البعثة الرياضية إلى بطولة الأسياد لجهودهم وما قامت به اللجنة الأولمبية البحرينية للإشراف على توفير كافة الإمكانيات للرياضيين المشاركين في هذه الفعالية الرياضية الآسيوية العريقة وأشهد سموه بما أبداه الرياضيون البحرينيون من أداء متميز في البطولة ليحملوا اسم مملكة البحرين عاليا فيها متمنيا لهم ولجميع الرياضيين البحرينيين في الألعاب الرياضية كافة المزيد من النجاح والتميز ترجمة نانسي قنقر